الصوت على نظام لينوكس قد يكون ببعض الأحيان مربك بعض الشيء للحصول عليه ليشتغل بشكل جيد ولكن مع ظهور بايب واير وانتقال أغلب التوزيعات الشهيرة لاستخدام هالبروتوكول فممكن نقول أنه أغلب مشاكل الصوت أصبحت من الماضي طبعا لسه في بعض الناس اللي بتواجه مشاكل مع الصوت بس هالمشاكل بكتير أحيان بيكون سببها الهاردوير أكتر من السوفتوير بس العنصر الناقص من المعادلة لحتى تكتمل تجربة صوت مثالية على لينوكس هو وجود أداة سهلة وغير معقدة للتلاعب بالصوت وإضافة مؤسرات وتأثيرات مختلفة وخاصة لغير المختصين بمجال الصوتيات فمع أنه عملت بالماضي فيديو عن كيفية استخدام برنامج كارلا وإضافة وتثبيت مؤسرات وبلاكينز للحصول على صوت احترافي سواء لتسجيل الصوت أو تعديل الصوت الصادر من أي برنامج تشغيل ملفات مولتي ميديا إلا أنه التعامل مع برنامج كارلا قد يكون صعب بالبداية بالإضافة إلى ضرورة معرفة كيفية الحصول على البلاكينز وتثبيتها بالمقام الأول طيب لو قلتلك أنه في برنامج بيسمح لي بإمكانية الحصول على نفس المؤسرات وبدون معاناة التعامل مع واجهة كارلا المعقدة أو عناء الحصول على البلاكينز بالمقام الأول فما بتوافقني الرأي أنه هالبرنامج رح يكون خيارك الأول للحصول على صوت نقي خالي من أي ضجيج بالخلفية لمكالمات الفيديو أو لإضافة البيز لإغنيتك المفضلة بضغطة زر وحدة وهذا هو الشي اللي برنامج إيزي إيفكتس بيقوم فيه واللي هو برنامج خفيف وبيستخدم GTK4 والبايب واير وبالإمكان تثبيته على أي توزيع لينوكس باستخدام فلات باك واللي هي الطريقة المفضلة لتثبيت هالبرنامج الأسطوري للحصول على كافة البلاكينز بشكل مباشر بدون الحاجة لتثبيت أي حزمة إضافية خاصة بالبلاكينز سواء من مصادر خارجية أو من مستودعات التوزيعة اللي قد تكون ما بتحتوي بالأصل على حزمة البلاكين أو بتكون بإصدار قديم فبعد تثبيت البرنامج رح نشوف أنه واجهة البرنامج هي واجهة عصرية وأنيقة سواء كنت عم تستخدم جنوم أو بلازمة أو أي ديسكتوب إنفايرمنت تانية أو حتى ويندو مانيجر فواجهة البرنامج رح تندمج بشكل كامل مع نظامك ومع دعمها للوضع الداكن أما من الناحية العملية والوظيفية للبرنامج فالواجهة تحتوي على ثلاث أقسام رئيسية اللي بتم الوصول إلها من التبويبات الموجودة بمنتصف الشريط العلوي ألا وهي تبويب أجهزة الخرج تبويب أجهزة الدخل وتبويب الإعدادات الخاصة بPipeWire وأثناء وجودنا ضمن تبويب الإيمبوت أو الأوتبوت فكمان رح نلاحظ وجود تبويبين إضافيين موجودين بالقسم السفلي من الشاشة واللي رح يكون واحد منهم خاص بالمؤسرات اللي رح نقوم بإضافتها على الصوت والتبويب الثاني رح يكون إما برنامج تشغيل المالتيميديا أو المتصفح أو أي برنامج تاني منستخدمه للاستماع للصوت أو الفيديو وفي حال وجودنا ضمن تبويب أجهزة الإيمبوت فالتبويب الثاني رح يكون عبارة عن البرنامج أو البرامج المستخدمة للوصول للمايك سواء كان برنامج تسجيل الشاشة مثل OBS أو المتصفح في حال قيامك بمكالمة فيديو بالنسبة للتبويب الأهم ألا وهو تبويب المؤسرات فرح نرجع له بعد لحظات بس بالبداية تذكير سريع للحبايب اللي بعدهم ما ضغطوا زر اللايك إنك تضغط هالزر الزغنوط الموجود تحت الفيديو لحتى نخلي الفيديو ينتشر بشكل أكبر وخلينا نشوف التبويب العلوي الأخير ألا وهو التبويب إعدادات بايب واير اللي ضمنه رح نكون قادرين إنه نغير أجهزة الإيمبوت أو الأوتبوت بشكل بيسمح باستخدام إما الأجهزة الإفتراضية اللي تم اختيارها بشكل مسبق من إعدادات النصام أو اختيارها بشكل يدوي بالشكل اللي بيناسب الوظيفة اللي بتكون عمالك تنفذها بمعنى آخر لو كنت عم تستخدم لابتوب مع مايك خارجي والمايك الداخلي طبعا وحابب إنك تختار المايك الخارجي كجهاز تسجيل صوت بدل المايك الداخلي فمن إعدادات بايب واير بختار الجهاز المناسب ونفس الكلام بينطبئ على استخدام سماعات خارجية بدل سماعات اللابتوب ذات الصوت المنخفض ورديئة الجودة أما القسم الثاني المفيد جدا بهذا التبويب فهو قسم التحميل التلقائي للإعدادات المسبقة أو الأوتولودينج للبريسيتس اللي بالإمكان القيام بيحفظها بشكل مستقل إما للإيمبوت أو للأوتبوت من الزر الموجود على يسار الشريط العلوي أثناء تواجدنا بالتبويبات الخاصة بالإيمبوت والأوتبوت وهلا أكيد صار الوقت أنه نيجي للوظيفة الأساسية لاستخدام برنامج إيزي إفكس ألا وهي المؤسرات الصوتية واللي بتم الوصول إلها عن طريق اختيار تبويب المؤسرات أثناء وجودنا إما بيقسم الإيمبوت أو الأوتبوت واللي بعد الضغط على زر إضافة مؤسر جديد رح نشوف أنه البرنامج بيجي محمل مع 26 محمل مؤسر أو إضافة مختارين بعناية بشكل بيغطي أغلب احتياجات المستخدم وكامل هالمؤسرات قابلة للتعديل بشكل كامل ولا حتى تستخدم أي مؤسر فبيكفي ببساطة أنك تضغط على زر الإضافة الموجود على يمين المؤسر وبعدها رح تكون قادر أنك تعدل إعدادات المؤسر بالشكل اللي بيلبي احتياجاتك وطبعا النقطة الهامة اللي لابد من التنويه إلها أن المؤسرات اللي بتم تطبيقها لأجهزة الإيمبوت مثل المايك رح تكون مستقلة ومنفصلة تماما عن المؤسرات اللي بتم تثبيتها لأجهزة الإيمبوت مثل السماعات هاد من جهة ومن جهة تانية فالبرنامج بيسمح بإمكانية إعادة ترتيب المؤسرات عن طريق ميزة السحب والإفلات المباشر على النقاط الستة الموشودة على يمين اسم المؤسر مع إمكانية تعطيل المؤسر بشكل مؤقت أو حزفه بالكامل وبعد القيام بإضافة كافة المؤسرات فالبرنامج بيسمح بيحفظها كبريسة عن طريق الضغط على الزر الموجود على يسار الشريط العلوي لحتى نرجع ونستخدمها بالمستقبل بدون ما نكون بحاجة لإعادة إضافتها بشكل يدوي كل مرة منستخدم فيها البرنامج أو القيام بتحميلها بشكل تلقائي عن طريق إضافتها لقسم التحميل التلقائي بتبويب البايب واير وبالحديث عن المؤسرات فشرح وظيفة كل مؤسر على حدة رح يكون موضوع طويل وممل وخاصة بالنسبة للأشخاص اللي ما عندها إلمام بالهندسة الصوتية فلهذا الشي رح أذكر فقط المؤسرات أو بعض المؤسرات اللي من وجهة نظري رح تكون الأكتر فائدة سواء كان استخدامها لتسجيل صوت نقي وبهذا المجال فما في أفضل من إضافة Noise Reduction وإضافة معالجة الكلام أو Speech Processor اللي بتضمن بشكل مدمج من الإضافة ميزة تخفيف الضوء الضجيج فسواء كنت عم تستخدم الإضافة الأولى أو الثانية فبالحالتين رح تقوم الإضافتين بمعالجة الصوت القادم من المايك والعمل على عزل صوتك عن الأصوات غير المرغوب فيها سواء كان صوت مراوح الكمبيوتر أو صوت المكيف أو المروحة أو إذا كنت عم تسجل الصوت أو تعمل مكالمة الفيديو ببيئة صاخبة وفيه بالخلفية أصوات ناس أو الشباك مفتوح وأكيد بالإمكان زيادة أو تقليل مدى التخفيف بس يفضل أنه المقدار اللي رح يتم حسه من الأصوات غير المرغوب فيها يكون هو أقل مقدار ممكن لحتى يبقى التسجيل ناتشورل أو طبيعي والصوت ما يطلع أنه معالج بشكل كبير أو over processed ويفضل أنك تستخدم بس إضافة واحدة إما noise reduction أو speech processor لحتى ما تم معالجة الصوت مرتين والصوت فعلا يطلع أنه غير ناتشورل والإضافة المهمة الثانية واللي رح تكون موجهة بشكل خاص لتسجيل الصوت هي إضافة الضغط أو الضاغة الكمبريسور أو الكمبريشن كلها نفس الأسماء لنفس الوظيفة واللي هي بشكل مبسط جدا 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 بدون الدخول بتعقيداتها وشرحها هي اللي بتقوم بمعادلة طبقات الصوت العالية والطبقات المنخفضة لحتى تطلع كافة الكلمات المنطوقة بنفس الشدة موضوع ضغط الصوت موضوع متقدم ومهندسين الصوت بيمضوا ساعات طويلة للحصول على القيم الأفضل لمقدار الضغط أو الكمبريشن فبالنسبة للأشخاص العاديين فيفضل أنه نستخدم الإعدادات المسبقة ما نغير بالإعدادات أبدا إلا إذا كنا فعليا منعرف كيف نقوم بتعديلها ومنعرف شو بتعمل وآخر إضافتين أو مؤثرين رح أحكي عنهن واللي بالإمكان استخدامهن سواء كان مع المايك أو مع السماعات فهنين مؤثر الإيكيو ومؤثر الصوت مستوى الصوت الأوتوماتيكي فمؤثر الإيكيو أكيد أغلب الناس تعرف كيف تتعامل معه لحتى تزيد أو تقلل حدة البيز أو الهايز من الصوت أو تخلي الموسيقى تطلع بشكل مختلف تماما في حال تم استخدامه مع برامج المالتي ميديا وأجهزة الأوتبوت مثل السماعات أما عند استخدام البرنامج مع المايك فبالاعتماد على الصوت اللي بتم تسجيله فممكن أنك تكون بحاجة لأنك ترفع الطبقة المنخفضة أو تقلل الطبقة العليا من الصوت وبحالة إضافة أو مؤثر مستوى الصوت الأوتوماتيكي فهي الإضافة بتقوم إما برفع مستوى الصوت في حال كانت إشهارة الدخل من المايك منخفضة أو خفضها في حال كانت عالية لحتى دائما يكون في عندي نفس مستوى الصوت أو إذا تم استخدامها مع السماعات وكنت عم تسمع استسجيل منخفض فرح تقوم برفع الصوت بالمقدار اللي ممكن القيام بتعديله بالشكل المناسب لسمعك طبعا المؤثرات الثانية الموجودة بالبرنامج جميعها مفيدة وأنا ما ذكرتها بس لضيق الوقت وإلها استخدامات خاصة فيها وبإمكانك أنك تجربها لتحصل على أصوات فريدة بس الميزة الأخيرة الموجودة بالبرنامج اللي رح أذكرها هي إمكانية تعزل أو تعطيل البرامج اللي ما بدك أنه يتم تعديل الأصوات عليها أو أنه المؤثرات ما توصل لها فهي باعتبار أنه البرنامج وقت اللي بتقوم بفتحه رح يقوم بعرض كافة البرامج اللي في إلها وصول لمحرك البايب واير فأنا لنقول على سبيل المثال أني فاتح برنامج السبوتيفاي وعمالي استمع لأغنية وفاتح اليوتيوب بمتصفح وعمالي شاهد فيديو لنوفراتك وبيدي قوم بتعديل الأصوات بس على برنامج السبوتيفاي فبهي الحالة ممكن أني أعمل أكسكلود للمتصفح لحتى ما تتغير جودة الصوت الموجودة فيه وبس تضيف البيز للسبوتيفاي وبهذا الشكل رح تشوف أنه هالبرنامج فعلياً بيغنيك عن أنك تكون أي محترف بمجال الصوتيات وبنفس الوقت تحصل على أصوات سحرية وبأمان الله